المقاربة الاقتصادية البريطانية لا ترى في قاعدة 51-49 مشكلة أو حاجز أبام قدوم الاستثمار البريطاني إلى الجزائر لكن عضو مجلس النوردات السابقة ومسهلة الأعمال الاقتصادية الليدي أولغا ميتلاند دعت إلى تسهيل وتدليل العقبة البيروقراطية التي أكدت أنها مسؤولة عن التأخر في الإقلاع الاقتصادي بين البلدين لسيما أن لندن قادرة على مساعدة الجزائر في نقل الخبرة والمهارة في مجالات عديدة كالتصنيع والبحث العلمي سعيدة بالتواجد في معرض الجزائر حيث التقيت برجال أعمال جزائريين عبروا عن إرادتهم لتطوير الأعمال بين الجزائر وبريطانيا وسأنزل بمدينة بسكرة حيث سألتقي برجال أعمال في هذه المدينة التي تمتلك طاقات كبيرة في السياحة والثقافة والصناعة بريطانيا لديها خبرة طويلة في هذه المجالات يمكن أن نساعد الجزائر فيها مسألة نقل أرباح الشركات المستثمرة بالجزائر هو نقطة أخرى أثرتها المتحدثة وقالت أنه يجب التفكير بها من أجل تشجيع تحويل أنظار المستثمرين الأجانب نحو الجزائر أمامنا تحديات كبيرة لتذليل العقبات لكن العقبات الكبيرة هي تذليل المسائل البيروقراطية مشكلة نقل الأرباح يجب أن نجد لها حلاً فكل الشركات تبحث عن الربح زيارة مرتقبة لوفد بريطاني رفيع المستوى سيمثل مدينة لندن من أجل ترقية صورة الجزائر في عالم المال والأعمال إن مدينة لندن هي أهم المدن الاقتصادية ولذلك سيزور وفد مهم الجزائر يوم الرابع عشر من الشهر الجاري وستكون فرصة لرسم خطة لإبراز إمكانيات وقدرات الجزائر الاقتصادية التوجد المكثف للشركات البريطانية بالجزائر وحضور الطبعة الحالية من المعرض الدولي يتزامر مع توافد كبير للمسؤولين البريطانيين إلى الجزائر خطوة تحكس برأي الخبراء تجسيد الأرادة السياسية التي تمخضت عن اللقاءات العديدة بين مسؤولي البلدين في الأعوام الأخيرة